قالت الأمم المتحدة في تقرير لها أعده الأمين العام أنطوليو جوتيريش إنها لا تستطيع التأكيد بشكل مستقل على أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات التي شنت على مطار أبهى ومنشآت شركة النفط السعودية أرامكو قبل نحو ثلاثة أشهر أنها كانت إيرانية الأصل الأمم المتحدة أكدت أيضاً استمرارها في جمع معلومات إضافية مبينة أن الحوثيين لا يملكون طائرات مسيرة من هذا النوع إذا انتهت القضية على يد الأمم المتحدة بدلاً من إلقاء الضوء عليها وتحديد الفاعل فهذا النوع من الطائرات لا تملكه ميليشيا الحوثي وليس إيراني الصنع فمن الفاعل إذن في ظل الدعاء الحوثيين ونفي الإيرانيين وعدم تأكيد الأمم المتحدة أي من كليهما واستناداً إلى هذا التقرير الأممي فقد حرمت ميليشيا الحوثي من شرف هذا الهجوم الذي تبنته آنذاك لتظهر باعتبارها قوة صاروخية كما تخلصت إيران من تبعات هذه المغامرة العسكرية قائلة منذ البداية إنه لا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة أرامك السعودية وكانت الاتهامات قد وجهت عقب القصف مباشرة إلى طهران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لكن تقرير الأمم المتحدة ربما وافق هوا أمريكي بعدم مواجهة تهديدات إيران للسعودية والابتعاد عن قضايا المنطقة بشكل تدريجي وهي اتهامات وجهتها فرنسا للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية من خلال منتدى المنامة الذي عقد قبل أسبوع والسؤال الآن هل حان الوقت لأن تواجه دول الخليج وخاصة السعودية جميع مشكلتها السياسية والعسكرية في المنطقة وحيدة دون حليف